الرئيس يعني خرد أنصف التاريخ يعني أنصف الرجل الله يرحمه كان من تقعد من يبعد صدام ده ونقعد صدام صدام يعني يعني كلش لين العريكة لطيف ينكد يحجي يسولف ولكن في إطار وقور وفي إطار يعني أنت يعني إلى كارزمة خاصة الكارزمة هذه جتي من شيء اللي كنت أسمعه يعني اللي هو أنه هو يعني بقضايا يعني قضايا ممرن يعني حاد يعني في القضايا نحن نحكي على القاهرة على القاهرة أي من ذاك الوقت هو كان بهالشكل هذا أي مثلا نذكر من سوه انتخابات مع الاتحاد الطلبة المصريين العراقيين بطلب من عبد الناصر عن طريق عبد المجيد فريد قال أنتوا عراقيين المتحد أنتوا ليش ما تشتركون ليش ما تشتركون ليش ما تسوون انتخابات مع الطلاب فكان الرد مع العبد يعني أنه إحنا يعني محكوبين بالإعدام ومجايين لاجئين إلى مصر وما ريد أن نقلق في أجواء منزل المزعاج للحكومة المصرية أو مشكلة يعني مع النظام مع هذا وكلا وما دخلوا فكان الشخصيتين الرئيسية البارزة هي صدام حسين وعبد الكريم الشيخني بالالتزام وبالتنظيم وبالهذا مثل ما شفت آني هذا موضوع رح تفتح علينا أبواب لحديث كثير ولكن مو الآن نكملها في الحلقة القادمة الأسبوع المقبل إن شاء الله أحبة المشاهدين الكرام انتظرونا الأسبوع المقبل بإذنه تعالى لنستمع عن هذه الأوراق المطوية التي سيكشفها الأستاذ كمال القيسي الذي زامل بحكم دراسته في القاهرة عدد من القيادات البعثية التي كانت لاجئة أنذاك إلى القاهرة حتى نلتقيكم أقول لكم فيما لكم